قد يصبح قوة مدمرة بتهدد مستقبل البشرية الكلام ليس لجدي أو جدتي بل للأب الروحي للذكاء الاصطناعي إنه جيفري هنتن حاصل على أكتر من عشر جوائز في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ويطلق عليه لقب الأب الروحي للذكاء الاصطناعي استطاع جيفري هنتن بخبرته اللي بتزيد عن 40 سنة المساهمة في تطوير نظريات تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وأصبح وجهة موثوقة للعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك جوجل إلا إنه اليوم بيحذر من الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي ويشير إلى إنه هاي التكنولوجيا تستطيع القيام بكل ما يفعل الذكاء البشري بما في ذلك التحسين من نفسها دون تدخل البشر ما يجعلها قوة مدمرة بتهدد مستقبل البشرية بل قد تتسبب بمحويها إن لم يتم السيطرة عليها هل رح ينقلب السحر على الساحر ويمحو البشرية ما صنعه البشر للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today